من الامتيازات التي لم تكن منصوص عليها بصريحة العبارة من قبل اجتماع التمرير أو المشاركة في المباريات وبعض المحطات الإدارية إذن اليوم كنتمنى ونكونوا بهذه المصدقة في تحديد باب جديد اللي قد يمكن الأطور باش تشتغل في ظروف اجتماعية ونفسية وثربوية موريحة سيتمكرهم العطاء وتتجب للنقط التي أطارها في هذه الفترة السابقة نتمنى اليوم كذلك نتحو باب بالنسبة للتلاميذ دينا ونعطوهم فرصة لتضارك الزمن المدرسي وكذلك في تبريد الحال كنتكلموا على التلاميذ كنتكلموا على الأسر ديناهم على المجتمع عامة أننا في هذه المنظومة كل وعي لأن التلاميذ جزء من الأسراء والأسراء تكون للمجتمع وأننا جميعا في خدمة هذا المجتمع إذن يوم ربما سيكون تاريخي إذا كان هناك استجابة لهذه الأمور الإيجابية من طرف أطور الأكاديمية جميعا هما اليوم بهذه التغييرات التي تمت على مستوى النظام الأساسي قدمنا جميع الإجابات التي تجعل من الموظف الأكاديمية في نفس الوضعية الإدارية كموظف وزارة التربية الوطنية تبقى طبيعة الحال هو موظف الأكاديمية إذا كان المبتغى هو كلمة من الكلمات يعني موظف لهذه الجهة أو لأخرى فهذا نقاط ربما قد يتجاوز الأكاديمية إذا كان المبتغى هو ظروف العمل وضمانات فعلية وقانونية اليوم ربما سيتم الاستجابة لهذه الضمانات القانونية والفعلية بالتصديق المصادقة على هذا النظام الأساسي اللي يعطيها الضمانات إحنا من الحسنات المؤسسة العمومية لأنها بمجرد ما كنتم تقرير قرهات تلاحكيكم سريع وسريع جدا نحنا اليوم فقط المرحلة المقدمة هي تأشيات وزارة المالية اللي صوفها تتم في القريب يعني مسألة مسألة أسابيع ليس أكثر وبالتالي كنا نعتبره احنا من وقع الإجماع داخل يعني النجلس الإداري فهذه مسألة يعني حسمت لصالح المنظومة ولصالح الأستاذ إن شاء الله يكون خير في الوقت القريب جدا